على وقع مواقفها المناصرة للقضية الفلسطينية في الساحات الأمريكية، تتعرض عضو الكونغرس الأمريكي رشيد طليب من أصول فلسطينية لهجوم جديد من اللوب الصهيوني بالولايات المتحدة ومن شخصيات موالية لإسرائيل واليمين المتطرف كرد عنصري على مواقفها الراسخة والداعمة للقضية وأبناء شعبنا. هذا الهجوم لم يكن الأول من نوعه في الولايات المتحدة ضد المؤيدين والمناصرين للقضية الوطنية، بل يوما بعد آخر تتسع رقعة الحملات المضادة لكل الشخصيات الدولية والأمريكية المؤيدة لحقوق شعبنا السياسية في مواقف تعبر عن حالة العنصرية والإنحياز الأعمى لقوى الشر والظلام. حملة التحريض والهجوم التي تتعرض لها طليب بين الفينة والأخرى لم تزعزع مواقفها الثابتة من القضية الفلسطينية، حيث أكدت أن مثل هذه الحملات العنصرية لن تزيدها إلا قوتنا وإصرارا على ممارسة دورها الإنساني والأخلاقي، ومدافعة شريستنا عن شعبنا من قلب المؤسسات الأمريكية المتنفذة لتكون صوتا ومرآتنا لشعبنا في المحافل الدولية. فالنتينا أبو حامد، تلفزيون فلسطين